قد تمضي صفقات السياسة بأسلوب الترغيب والترهيب أو حتى بالأخذ والأخذ بالمقابل لكن عندما يتحول المفهوم إلى تستر على ملفات قتل وفساد وتطهير طائفي تكون العملية أقرب إلى مفاوضة عصابات منها إلى سلوك سياسي تسريبات من داخل اجتماعات تشكيل الحكومة الجليدة في بغداد كشفت عن اتفاقات جرت بين أطراف سياسية مختلفة تضمن حماية شخصيات تصدرت المشهد السياسي من أي مسائلة قانونية أو بحث في ملف فساد أو جريمة صحيفة العرب الجريد نقلت على المصادر لم تفصح عنها أن من بين تفاهمات تشكيل الحكومة كان ضمان حماية شخصيات الخط الأول من أي محاسبة قانونية وإغلاق الملفات المجملة بشكل نهائي بما فيها ملف السقوط الموصل ومجزرة سبايكر ومجزرة جامعي مصعب بن عمير وساريا فيديالا وملفات الفساد في صفقات الأسلحة وعلى رأس المتهمين المحصنين كان زعيم حزب الدعوة نور المالكي ومساعديه إلى جانب إبراهيم الجعفري وموفق الربيعي وباقر صولاغ وقاسم لفهداوي وآخرين باتفاق هو أشبه بمقايضة واشتراط هذا فضلا عن حماية المسؤولين أصلا من قبل الأحزاب المتنفذة والميليشيات فتولي أي شخصية لمنصب بارز سيكون بالتوافق والاتفاق مع أطراف أخرى والحزب الذي ينتمي له وهنا يتوجب على المسؤول دفع حصة من أموال المشاريع والعقود إلى حزبه أو الجهة التي تحميه كل هذا في وقت تسود الضبابية المشهد في العراق فبعد صراع طويل سمي عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء لكن أجواء غير مريحة تحيط بالرجل بحسب ما كشفت عنه صحيفة الأخبار اللبنانية والتي أشارت إلى أن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري تمارس الترهيب والترهيب مع عبد المهدي رغم أن الرجل مرشحهم التوافقي ما أثار مخاوف من أزمة سياسية جديدة لسيما مع استحضار انقلابهم على العباد في الجولة الأخيرة من صراع رئاسة الوزراء